ازاي تمسك دراع حارس رئيس مصر كده حارس سلطان عمان حاول يبعد حارس رئيس السيسي وشده من دراعه بس رد حارس الرئيس السيسي كان نظرة واحدة فيها كل معين الشموخ والقوة المصرية وبمجرد ما حارس الرئيس العماني شافها حس انه عمل مصيبة صودة ورح سايبه وراجع وبعدها الحارس المصري التاني حاول يدخل ويلطف الموقف وهمس في ودن حارس سلطان عمان وقاله احنا بننفذ البروتوكول ورجع بعدها الحارس العماني وقف مكانه من سكات يطرى ايه الحكاية وليه الموقف ده حصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان كان في زيارة المصر من كام يوم وقابل الرئيس السيسي في قصر القبة لمناقشة بعض المواضيع المشتركة وبعد الزيارة سلطان عمان اخد جولة في العاصمة الادارية وشاف حجم التطور اللي حصل في الاعمال الانشائية هناك لحد هنا والامور كلها كانت طبيعية جدا ومراصم الاستقبال والتحركات واخدى وضعها الطبيعي بس بعد ما خرج سلطان عمان من الاصرر مع الرئيس السيسي وراح ويركبه العربية اتحرك اتنين من حرس الرئيس السيسي واحد معاه وواحد مع سلطان عمان وفجأة شفنا حارس سلطان عمان رايح ناحية الحارس المصري وكان عايز يمنعه من انه يكون متواجد جنب سلطان عمان ويقف هو مكانه بس طبعا هنا حارس سلطان عمان وقع في غلطة بروتوكولية كبيرة جدا وده لانه معروف بروتوكوليا ان في زيارة اي رئيس لاي دولة بيكون مسئولية تأمين الرئيس الضيف بالكامل على الدولة المستضيفة وما بيحصلش عكس كده الا في حالات قليلة بيطلب فيها الزعيم الضيف ان طاقم الحراسة بالكامل يكون بتاعه بس الحالات دي بتكون في حال ان رئيس الدولة الضيف حياته في خطر او فيه تهديد كبير ممكن يتعرض له وده طبعا مش موجود مع سلطان عمان في الوقت الحالي طبعا الحارس المصري ما كانش متوقع ان حاجة زي دي تحصل كده وان حارس سلطان عمان مفترض ان يكون فاهم دوره كويس وعلشان كده اكتفى بنظرة حده وجهه له وخلاه يحس انه عمل كارثة مش مدرك طبيعتها بس الحارس التاني للرئيس حاب يدخل بصنعة لطافة ويلم الموضوع ويفاهم حارس عمان غلطته وبكل شياكة راح نحية ودانه وقاله احنا بننفذ البرتوكول مظبوط ساعتها حارس سلطان عمان حسب حرج شديد جدا وراح راجع خطوات لورا وكمل الحارس المصري اجراءاته في التأمين ومحللين بعد الوقع دي قالوا ان السبب اللي خلى حارس سلطان عمان يقع في الغلطة دي هو ان زيارات سلطان عمان الجديد قليلة جدا والحارس اللي معاه مش متعودين قوي على الاجراءات دي واشادوا بالحارس الرئاسي المصري اللي دايما نموذج وقدوة قدام العالم وعندهم شموخ وحكمة طليق بحراسة الرئيس المصري وبيقدروا يحسنوا اي موقف من غير ما يقعوا في اي غلطة تحيا مصر وتحيا رجالها الشجعين